طيب نبتدي بقى بوجبة الفطار طيب قبل ما نبتدي خالص بالفطار بيبقى فيه مشروبات امر الدين عرق سوس كل المشروبات الجميلة مشروبات جميلة جدا طيب نسبة السكريات فيها قد ايه و ايه المفروض ان احنا نشربها يعني نشرب كوب واحد ولا اثنين ولا طيب احنا عايزين نقول ان احنا في رمضان عايزين ناكل كل حاجة يعني احنا النهاردة شعب اتربى خلاص او طلع على عادات معين مش هينفعنا انا عشان احافظ على صحيتي اوه عشان ان انا اعمل دايت ان انا احرم نفسي من حاجة لأ انا حاكل كل حاجة ولكن بمقدار وبحكمة تمام يبقى ازاي نانا كلها احنا دلوقتي متقسمين زي ما احنا اتفقنا لناس بتعمل دايت وناس بسبتة وزنها الجماعة بتوع دايت انا شايفة ان في عندكم مشروبات جميلة جدا يمكن الناس اللي بتتبع معي عارفين ان انا دايما برشح حالهم مشروبات حلوة قوي عندنا النهاردة يتربع على العرش مثلا المشروبات الكركدي والخروب والدوم الله مشروبات جميلة قوي جميلة سعراتها منخفضة وجميلة احنا لازم ان احنا نهتم قوي بموضوع المشروبات دا في رمضان احنا لازم نعرف احنا جسمنا بيفقد ايه تمام طيب 16 ساعة سيام ايه اللي حصل في الجسم جسم الانسان حصل فيه فقدان لبعض العناصر المهمة جدا ايه هي العناصر اللي فقدها جسمنا المعادن وليس السكريات يعني احنا جسمنا من فقدش سكريات الناس فهم غلط على فكرة الناس فكرة ان احنا السكريات صحي كده لا احنا جسمنا علشان هما بيحسوا ان مستوى السكر في الدم شوية بيقيل الناس بتفتكر طبعا وتروح تلتهم امر الدين والخشاف والحاجات الجميلة دي طبعا احنا المفروض ان احنا نعوض في الاول نعرف احنا جسمنا محتاج ايه جسمنا عاش حالة من 16 ساعة من الجفاف فقط في بعض المنرالز او المعادن المهمة جدا تمام طيب يبقى انا محتاجة ايه واحد اتنين تلاتة كده علشان اعوضوا انا اول حاجة انا محتاجة اهتم بالمشروبات جدا زي ايه زي ما احنا قلنا مثلا الكركديه الخروب المية والشربة يعني نهتم جدا بموضوع الشربة طيب ابتدي بايه ايه لانا مفروض ان انا ابتدي بيه اول حاجة انا بنصح بيها ويمكن الناس كتير جدا بتعلق ازاي انتي بتبتدي ببلح البلح سنة الله طبعا ده حقيقي سنة وكمان بيفدني في الرجين هل معقول البلح يفدني في الرجين كم واحدة يا دكتور طيب تاني حنقول ان احنا متقسمين لناس بتعمل دايت وناس محافظة على وزنها لو انا بعمل دايت انا بالنسبالي طمرتين او تلاتة حلوين جدا جدا كفاية انا ابتدي بيهم وكمان ليه مفايدة حلوة قوي في التخصيص ان انا اكلت الطمراية مستوى السكر في الدم كان قلي اكلت الطمراية من هنا ابتدى مستوى السكر يزيد تدريجي فبالتالي مقدرتش ان انا اروح التهم الاكل زي الطفل الصغير لما بديله بمبوناية منقول عليه طول عمرنا اتصدم هل البمبوناية كبيرة قوي كده علشان هي مثلا صدمته لا هي من حلواتها لا هي السكر اللي فيها راح لمراكز زي ساتيتي سنتر اللي في المخ فاداها اشارة ان الجسم في حالة شبع اتنين للناس اللي بتعمل دايت طب للناس اللي عاديين للناس اللي ما بتعملش دايت احنا ممكن ناخد كوبايت بقى لحظة وغيرة كبداية وبعد كده نروح نصلي ونشرب بعد كده كمان بعد الصلاة شربة شربة وميا نعوض نعوض لازم احنا تاني بقول جسمنا بيفقد ميا وبيفقد منرالز اما عادل ما بيفقدش سكريات اوكي طب بعد كده هندخل بقى على المحاشي والصواني كميات الرهيبة اللي بتحصل في رمضان الناس اللي مخزنة القشطة والزبدة بقى لها ثلاث سنين ومستنيها عشان والبطة تطلع وديك الرومي يطلع وحاجات غريبة كده بتحصل في رمضان تنصحينا بقى يا دكتور في الوجبات في رمضان يعني الكميات المعقولة بالنسبة للناس اللي عندها دايت تمام اللي بتعمل دايت والناس العاديين تمام طيب اولا اللي بيعمل دايت لازم ان هو يلتزم بالصعرات الحرارية طبعا اللي متابع مع الدكتور الجدول اه الطبيب اه اللي متابع معاه الجدول ولكن انا ما بحرمش حد من حاجة يعني هو ينطل ان انا اخد ست سبع سوابع محشي واخد معاهم ربع فرخة او حيتتين لحمة واخد معاهم طبق شربة جميل اللي محتاجه جسمي الجسمي محتاج لطبق شربة دا يمكن اكتر من كل الحاجات دي ولكن لازم الطبق يكون متكامل غذائيا اكي فده بالنسبة للدايت طبعا اللي مسبت وزنه او بيحافظ على وزنه طبعا بيأكل كمية اكل يمكن تكون اكتر شوية طبعا لكن لازم نهتم ان الاكل يكون فري من الدهون ما نعتمدش على المحمرة والمقلي ناكل كل شيء ولكن بحكمة وكلمة السر التانية من ملاش بطننا ايوه من ملاش بطننا يعني ما نقومش واحنا حاستين ان احنا افرستريتشت كده ابدمين يعني المعدة يعني ممتلئة على الاخر في حديث بيقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نجبع مظهور طيب بعد كده هندخل على الوجبة اللي حضرتك قلت عليها اللي هي المفروض ان هي غريبة احنا عارفين الفطار والصحور حضرتك اضافتي وجبة اللي هي في النص وجبة البينية او الاسناكية في النص طيب اللي هي تقريبا من الساعة 19 من 10 ل11 احنا تفعلنا نفوت مثلا 3-4 ساعات بين كل وجبة حلوة دي معلومة جديدة بالنسبالي وانا عارف دي دي فرصة انكل فيها ايه بقى يا دكتور الوجبة زي تمام طيب انا برجح مثلا حاجات جميلة قوي فضل النهاردة برضو انا اهم حاجة عندي مش بس احافظ على وزني انا عايزة اعرف جسمي محتاج ايه فقط ايه في الصيام علشان اقدر ان انا اعوضه له طيب عايزين نعرف حاجة مهمة قوي انا في الصيام جسمي بيحصل فيه ان معدتي بيحصل فيها نوع الاسدتي او الحمودة نتيجة الصيام لفترات طويلة انا لازم اعادل الحمودة دي اتجه دايما لأكل الزبادي اللبن الرايب ادي ايه بيهد المعدة والجهاز الهضمي وبيبقى لطيف جدا فيه ناس بتاخد معاه الطمرتين او التلاتة مع كوباية اللبن الرايب او مع كوباية الزبادي انا رفعت مستوى السكر وكمان زبطت معدتي كده واكلت واجبة جميلة جدا جدا في الواجبة البينية اللي احنا منقول عليها السناك اللي الساعة يعني نقدر نقول يا دكتور ان الواجبة الواجبة البينية دي بتبقى الهضم مثلا اللي احنا بنهضم بيها ما هو رايب وزبادي دي حاجات في الهضم اه هي واجبة من اكلها علشان ما نحسش بالجوع الشديد في الصحور فمن اكلش واجبة طول ما احنا حاسين ان فيه واجبة جاية مش حاكل كمية اكل ضخمة او لان فيه واجبة بعدها هتيجي مصبوط طيب ندخل بقى على الصحور تمام طيب اه اللي ممكن ان احنا ناكله على الصحور علشان تاني يوم ما نحسش بالعطش والجوع اه طيب هو موضوع العطش ده احنا هنحس بيه هنحس بيه اكيد لان هو ربنا فرض علينا الصيام علشان نشعر بالجوع والعطش احاول على قد ما نقدر نقول وصفات تقلل الشعور ده احنا ممكن نقول هي فيه كده مقولة دمكة بتقول ان الزبادي بيقلل العطش في الصحور وكده الحقيقة هي هو الزبادي جميل زي ما انا قلت لك لموضوع الحموضة ولكن هو مش بيقلل العطش بصراحة يعني لكن احنا ممكن نتاجه احنا لازم نشرب مياه كتير هو ده كلمة السر التالتة نشرب مياه لازم يعني في الثامن ساعات دول لازم نخلص على الأقل لتسع كبايات مياه تسع كبايات مياه مش اقلل من تسع كبايات مياه ده حد أدنى طيب ولكن في حاجة مهمة قوي انا بحب في الصحور ان انا ادي فرصة لمعدتي اكبر قدر ممكن ما جوعش فيه مش معطش يمكن ده اللي نقدر اللي احنا نتحكم فيه قوي اللي هو الجوع الجوع طب اكل ايه بقى علشان ما جوعش انا بحب قوي وجبة اللبن بالشوفان او الزبادي بالشوفان او الفكهة بالشوفان الياف كتير قوي فوائد غذائية رهيبة بيعمل بارك في المعدة فتدي ياخد من مساحة المعدة فبالتالي الواحد ما يحسش انه جعان قوي او يحس انه هو يعني بيديني فترة كده اربع خمس ساعات انا حاسس ان انا اوف او ان حاسن معدتي مش محتاج حاجة تمام